الراديو تسعين تسعين هواها مصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فالصغار هم مستقبل الأمة وأملها وقد كلف الله سبحانه وتعالى الوالدين بالسعي على أولادهم بالتعليم والرعاية والصبر والتحمل في سبيل ذلك كله فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ووعدهم سبحانه على ذلك بالأجر والثواب العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر صلى الله عليه وسلم منها أولد صالح يدعو له وقد كانت صحابة رضوان الله عليهم يعودون أبناءهم الصيام فعن صيام يوم عشراء تقول الربيع فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا فمما ينبغي على الوالدين أن يحدثوا أولادهم منذ الصغر عن فضائل الصيام وتسببه في الدخول من باب الريان في الجنان ثم إذا أطاق الولد الصيام بدأوا معه متدرجين بالصيام بعض النهار ثم يزيدون في المدة شيئا فشيئا وليس لذلك سن محدد بل الأمر مرتبط بالقدرة والتحمل ويستحب للوالدين أيضا تشجيع أولادهم على الصيام بكل الطرق من الثناء الحسن ووعدهم بما يحبون مع عطائهم إياه ومرعاة من يجوع منهم بالألعاب المفيدة المباحة فإن لم يطق هذا الولد الصغير إكمال الصوم فلا ينبغي أن يشدد عليه حتى لا يؤدي ذلك إلى كذبه بخصوص صومه أو بغضه للعبادة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إن نسألك بوجهك الكريم أن ترزقنا الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا عتاب برحمتك وفضلك وجودك ومنك يا منتهى رغبة الراغبين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مبتلا إلا عفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته يا ملجأ الآملين